السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ظاهرة التصحر في الهذاب العليا طبعا هذا المشهد ليس من أقصى الجنوب الجزائري وإنما من ولاية الأمدية المعروفة بغاذتها وجبالها هذا المشهد بالضبط من جنوب ولاية الأمدية في بلدية الشهبونية التي وصلت إليها رمال الصحراء وما زالت تتوسع يعني كل مرة لهذا وجب اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة وإعادة بعض مشروع السد الأخضر يعني في أقرب الأجال لأن زحف الرمال يتوسع ويجب الإسراع لصد الرمال طبعا عن الولايات الشمالية لأن جنوب ولاية الأمدية وحتى بعض المناطق في جنوب ولاية البويرة وأيضا جنوب تلمسا بعض المناطق في تيارت وأيضا هناك مناطق في الشرق الجزائري يعني المناطق الداخلية مثل ما نشاهد هذا المشهد بالقرب من مدينة سيد عيسى في ولاية المسيلة التصحر أو ظاهرة التصحر بدأت تتوسع أكثر وأكثر لهذا وجب إعادة بعض مشروع السد الأخضر وبناء على الأقل سدود يجب أن تكون تلك السدود حتى وإن كانت بتخزين قليل إلا أنها ستكون مفيدة وهذه المسئولية هي مسئوليتنا جميعا حتى نحن كمواطنين المساهم بالتشجير قدر المستطاع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته